نعم وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك أعوذ يعني ألتجئ العوذ للتجاء عاذا يعوذ عوزا يعني التجأ يلتجئ التجاء أعوذ برضاك من سخطك نعم يمكن اللهم أني أعوذ فيها ما في مانع اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت عنها وجه الدلال هنا لا أحصي ثناء عليك إذن أسماء الله ليست محصورة لكن اللي وردنا منها هو هذا التسعة وتسعين نعم فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يحصي ثناء عليك ولو أحصى جميع أسمائه لا أحصى ثناء عليه ومن ذلك أيضا ما ورد في حديث الشفاعة الطويل أنه صلى الله عليه وسلم قال ثم يفتح ثم يفتح الله علي بمحامدة أحمده بها لم تفتح علي من قبل هذا دليل آخر فيقول الرب عز وجل ارفع رأسك وسأل تعطى واشفع تشفع نعم ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح على أحد قبلي فدل الحديث على أن هناك محامد من أسماء الله وصفاته يفتح الله بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم وهي بلا شك غير المحامد المأثورة في الكتاب والسنة هذا وصلى الله وسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام وأيضا حديث آخر واضح الدلالة اللهم يسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك وجه الدلالة أو استأثرت به في علم الغيب عندك كل هذا تدل على أن أسماء الله تبارك وتعالى ليست محصورة لا هي تعد لكن لا تحصل كنعمه بعض الناس يخطي يقول لك نعم الله لا تعد ولا تحصل لا الله عز وجل قال في موضعين من القرآن من تعد نعمة الله لا تحصل فأثبت العدة ونفى الإحصاء وهذا من كمار بلاغة القرآن نعم